بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الفيديو ده نستعرض عليكم التغيرات والجديد في تحديث ويندوز 11 الجديد الإصدار 23440 أحدث تحديث أو أحدث إصدار لويندوز 11 ديف أو ويندوز 11 المطورين أولا توفر مايكروسوفت هذا الإصدار 23440 كنسخة أيزو تقدر أنك تحملها كآخر إصدار من إصدارات ويندوز 11 ديف أو أحدث إصدار يعني لو محتاج أنك تحمله كنسخة أيزو فمتاح الآن من خلال الموقع الرسمي الإصدار 23440 تقدر أنك تحمله كنسخة أيزو متاحة في الوقت الحالي من خلال الموقع الرسمي لو أنك محتاج ويندوز 11 نسخة المطورين آخر إصدار أو أحدث إصدار كنسخة أيزو تعمل به تثبيت نظيف أو تعمل به ترقية أيضا يأتي هذا التحديث بتغير جديد على ساعة وتاريخ شريط المهام في هذا التحديث أصبح عندك القدرة على إخفاء التاريخ وساعة شريط المهام بتضغط كليل كيمين على الساعة والتاريخ بعد ذلك adjust date and time هيوجهك إلى إعدادات الوقت والتاريخ وتلاقي عندك خيار جديد لإخفاء الساعة والتاريخ من على شريط المهام لو أنك محتاج أن شريط المهام يكون أوسع أو أنك مش بتحتاج الساعة والتاريخ على شريط المهام فتقدر أنك تخفيهم دلوقتي في هذا الإصدار أيضا تضيف Microsoft في هذا التحديث تحسينات جديدة على آيكونة الوجت من شريط المهام لما أنك كنت بتمر على آيكونة الوجت بشكل سريع أو بشكل خاطئ فكانت بتفتح معك بشكل سريع في أوقات أنك مش بتكون محتاجها فيها ولكن التحسينات الجديدة أنك لما هتمر بشكل سريع أو بشكل خاطئ أو بشكل خاطف على آيكونة الوجت من شريط المهام مش هتفتح معاك غير لما أنك تستقر عليها بعض السواني فهتبتدي تفتح معاك لكن المرور السريع أو المرور الخاطئ دلوقتي مش هيخليها تفتح معاك مع العلم أن في خيار من إعدادات الوجت الخيار الأول لو أنك عطلته مش هيخلي الوجت أصلا تفتح معاك غير لما أنك تضغط عليها أيضا تعيد ميكروسوفت في هذا التحديث خيار تشخيص الشبكة أو أعطال الشبكة عند الضغط كليك يمين على آيكونة الشبكة من شريط المهام فهتلاقي أن تم إرجاع مرة أخرى خيار تشخيص أعطال أو مشكلات النيتورك ده إجناص نيتورك بروبلم تشخيص مشكلات الشبكة في حال أنك عندك مشكلات في إتصال الإنترنت عندك المثلس الأصفر أو انقطاع الإنترنت المتكرر وغيره فهذا الخيار بتضغط عليه بيوجهك إلى تطبيق جيت هلب لإعطائك بعض النصائح والحلول حول انقطاع الشبكة أو انقطاع الإنترنت وبعض الحلول والنصائح للتغلب على هذه المشكلة أيضا تضيف ميكروسوفت في هذا التحديث خيار جديد في إعدادات البحث للتحكم أو لإظهار القائمة المنبسقة لإقتراحات أو لنتائج البحث السابقة بالتوجه إلى إعدادات شريط المهام لكي مين على شريط المهام عندك بعد ذلك هتلاحظ هنا أن إعدادات البحث أصبحت في قسم منفصل خاص بيها خيارات البحث أو إعدادات البحث اللي بتقدر أنك تخصص منها أو تختار منها طريقة عرض البحث عندك على شريط المهام بالإضافة إلى إضافة خيار جديد زي ما أنتم شايفين كده هذا الخيار فتح البحث عنده التمرير عليه في حال توفره بتفعيل هذا الخيار هيكون عندك القدرة لما إنك تمر على البحث تظهر معك قائمة منبسقة تقريبا نفس القائمة المنبسقة اللي كانت بتظهر في أول إصدارات ويندوز 11 لما إنك بتمر على البحث بتظهر معك هذه القائمة المنبسقة وفيها آخر نتائج بحث إنك أجرتها من خلال تطبيق البحث تقدر إنك تستخدمها أو توصل لآخر نتائج بحث بشكل سريع من خلال القائمة المنبسقة في حال توفرها لأن مايكروسوفت هنا مع الخيار بتقول في حال توفرها تقريبا إن الميزة لسه مش متوفرة في الوقت الحالي أو مثلا في حال توفرها دي معناها إن لما يتوفر اقتراحات لنتائج بحث ولكن هذه الخاصية بكل بساطة وظيفتها إنها تظهر معك بعد ذلك قائمة منبسقة سريعة لأبرز أو لآخر نتائج البحث أيضا تضيف مايكروسوفت في هذا التحديث تغير جديد على أيقونة سبوتلايت خاصية خلفيات سطح المكتب المتجددة أو المتغيرة يوميا على ويندوز 11 في هذا التحديث لو إنك من مستخدمين هذه الخاصية هتلاحظ إن الأيقونة الخاصة بها على سطح المكتب تم عادة تصميمها أو تحدثها إلى شكل جديد وفي الأخير تم إضافة تغير جديد على قائمة إبدأ بعد كل تحديث أسبوعي من تحديثات ويندوز 11 ديف هتلاحظ إن في قائمة إبدأ تم إضافة ارتباط جديد لمنشور مدونة خاص بالإصدار الجديد لهذا الأسبوع بالضغط عليه هيحاولك مباشرة إلى مدونة من خلالها تقدر إنك تعرف التغيرات والجديد في أحدث إصدارات أسبوعي من تحديثات ويندوز 11 وبكده نكون استعرضنا على حضاركم أبرز وأهم التغيرات والجديد في هذا التحديث نتمنى لو إن كان هذا الشرح مفيد يكون فيه دعم لهذا الفيديو بلايك ولو عندك أي استفسار قل لي في التعليقات وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته